شيجياكي موري يلتقي باراك أوباما أحد الناجين من هيروشيما يعانقه الرئيس الأمريكي في إشارة إلى التصالح بين دولتين كانتا متعاديتين موري كان عمره ثماني سنوات عندما سقطت القنبلة الذرية على المدينة وهو في طريقه إلى المدرسة كل زملائه والمدرسين لقوا حتفهم في الحالة الكثير من اليابانيين توقعوا أن يقدم الرئيس أوباما اعتذارا ولكن عوضا عن ذلك دع الرئيس الأمريكي إلى عالم خال من الأسلحة النووية أثناء تابين ضحايا هيروشيما العالم تغير هنا بشكل حاسم وللأبد واليوم أطفال هذه المدينة يستطيعون العيش في سلام إنه المستقبل الذي يمكننا اختياره مستقبل لا تكون فيه هيروشيما واناكازاكي بداية لحرب نووية إنما بداية لصحوة أخلاقية كلمات رئيس الوزراء الياباني شينزو جاءت أكثر وضوحا لا يجوز أن تتكرر هذه المأساة في أي مكان في العالم ويتوجب على الجميع الآن أن يكونوا على قناعة بذلك نحن مصرون على إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية بغض النظر كم سيستغرق ذلك من الوقت أو مدى صعوبة التواصل إليه أكثر من 140 ألف شخص لقوا حتفهم بعد إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما وبعد 71 عاما من هذه الكارثة تأتي زيارة أوباما لتعبر عن التصالح بين البلدين